مهرجا برلين السينمائي الدولي في نسخته الثالثة والسبعين احتفاء خاص بالمخرج الكبير ستيفن سبيلبرغ تكريما لمشواره الحافل نفتح الخط لمفادنا إلى برلين بلا المرميد تلك اللحظة التي يتقدم فيها كبير اسمه بول ديبي دوسن بونو ستورة يوتو ليسلم الدب الذهب الفخري لكبير من كبار السينما العالمية ستيفن سبيلبرغ هنا في برلين تلك اللحظة كانت مليئة بالفن لأنها جمعت رجلين صنع الجمال والمكرم البالغ من العمر 76 عاما سنع 35 شريطا في مصار يقارب الستة عقود النجاحات في مشواره كثيرة وكل عاشق للسينما يستحيل أن لا يكون قد تأثر في مشاهداته بواحد من تحاف سبيلبرغ في قصر المهرجان هنا في برلين يعبر الكبير ويتبادر أطراف الحديث بشكل ودي مع بعض من طلبة السينما الذين جاءوا من مختلف البقاع للبرلين عليه سبيلبرغ لم يترك مساحة في أرض السينما إلا وبنا فيها مجدا من التاريخ والكوميديا والخيال العلمي وحتى التحريك هو صانع أفلام بالمعنى الحقيقي وهو صانع فرجة حقيقية أعطى ونال أرقى الجوائز ومنها الأوسكار في ثلاث مناسبات وينتظر أخرى قريبا بشريطه الذي يحمل نفس السيرة الذاتية وعرض في برلين بعنوان The Faberment باختصار برلين تكرم صاحب Catch Me If You Can و Saving Private Ryan و Jurassic Park و Chinders List و West Side Story وتحف أخر صانع بها Speedbag إنجازات سينماية تجعل من تكريمه الحدث السينما الأبرز في بداية العام برلين بلا المرميد ميديان